بسم الله الرحمن الرحيم نجف الأشرف حيث استعرض السيد المحافظ العديد من المعوقات والمشاكل التي تواجه المواطن في هذه المحافظة الكريمة المقدسة وتم مناقشة جملة من المواضيع واتخاذ مجموعة من القرارات أهمها الآتي التأكيد على تنفيذ توجيهات المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن حاجات محافظة النجف الأشرف المتعلقة بالمواضيع الخدمية الآتية واحد انشاء جسر ثاني من ناحية العباسية مع المقتربات اثنين اكمال جسر يا حسين على الطريق الرابط بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة طريق الحج البري المرحلة الأولى المشروعات التكميلية لعام 2021 وهي بالحقيقة كثير من المشروعات لا يمكن إدراجها في هذا الملخص الصحفي خامسا انشاء جسر الكوفة الخامس امتداد طريق المطار الرابط بين الطريق الحالي الكوفة شرق الفرات وطريق معمل الأسفلت انشاء مجسر الممر الثاني على نهر الفرات مجسر الإمام علي عليه السلام مشروع محطة معالجة المياه الثقيلة في بحر النجف مشروع ماء النجف كوف الموحد انشاء طريق أزامية دسم انشاء محطات وزنية في محافظة النجف الأشرف بعدد أربعة مشروع بناء المدارس المتلكئة في محافظة النجف الأشرف وكذلك مشروع مهم وهو مشروع الربط مع الطريق السريع الذي يعتبر من أهم المشاريع كما اتخذ مجلس الوزراء قرارات أخرى تخص محافظة النجف الأشرف وهي تخصيص مبالغ مالية من الجهات الآتية واحد هيئة الإعلام والاتصالات اثنيا الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية احدى شركات وزارة الاتصالات ثلاثة وزارة النفط الشركات الرابحة أربعة البنك المركزي العراقي حيث ستوفر هذه الأموال خدمات إضافية لهذه المحافظة الكريمة كما تم استضافة الدكتور هاني الوكيل الأقدم والمكلف بمهام وزير الصحة الحالي واتخذ المجلس قراراً كالآتي إقرار توصيات محضر الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الأمر الديواني 45 لسنة 2018 بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة بالسرعة الممكنة وبالتنسيق مع وزارة الصحة المرافقة ربط الكتاب وزارة التخطيط المرقم مواوسين على 1-2-19 المؤرخ فيه 16-21-22 حيث سيسهم هذا الموضوع بشكر كبير بحل أزمة ملف المستشفيات الذي كان متلكياً منذ عام 2010 كما اتخذ مجلس الوزراء القرار الآتي قيام مزارة المالية الهيئة العامة للقمارق بتنفيذ مشروع نصب الشاشات والكاميرات الخاصة بالمنافذ الحدودية استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والذي سيؤمن لهيئة المنافذ والهيئة العامة للقمارق الإشراف على كافة البضائع الداخلة إلى العراق القرار الآخر قرار توصية المجلس الوزاري للأقتصاد وهو كالآتي الموافقة على تعاقد الهيئة الوطنية للاستثمار مع شركة محامات دولية لتدقيق العقود السابقة بشأن مشروع بسماء السكني وطرح صيغة عقود جديدة وبيان الموقف القانوني للعقود والتعاقد مع شركة تدقيق مالي ودولي لاقتراح نموذج مالي حديث وتدقيق الأمور المالية للمشروع المذكور آنفا حيث استضاف مجلس الوزراء رئيسة هيئة الاستثمار واطلعت على تفاصيل هذا المشروع وتم تلبية احتياجاتها باتخاذ القرار المشار إليه في أعلى كما وافق مجلس الوزراء على قيام مزارة الدفاع بتأمين احتياجاتها من النواضير الليلية وباقي الأمور لإدامة الزخم الأمني في كافة المنافذ الحدودية التي تتعرض بين الحين والآخر إلى اعتداءات الأرهابية إضافة إلى كثير من المواضيع التي سيورد ذكرها في التفصيل الصحفي المكتوب للموقع الرسمي في مجلس الوزراء شكرا السلام عليكم